شو السبب اللي بيدفعني لاني استخدم شبكة بسام بظل هيمنة شركات مثل فيسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك و سنابشات على مجال شبكات التواصل الاجتماعي بالاساس شو هي شبكة بسام وكيف نشأت وهل شبكة بسام هي ماستدون او شي مختلف تماما باختصار شبكة بسام هي شبكة تواصل اجتماعي عربية حرة مفتوحة المصدر تستخدم مفهوم الكون الاجتماعي او الفيديفيرس واللي هو عبارة عن بروتوكول لا مركزي بيسمح لشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة اللي بتستخدم هالبروتوكول بالتواصل بين بعضها حتى لو كانت تستخدم سيفرات او انستنسيس مختلفة هلا الترجمة الحرفية لمصطلح فيديفيرس هي الاتحاد الكوني بس الاعضاء القائمين على بسام اختاروا ترجمة الاسم بشكل مختلف لسبب بسيط ووجيه ورح اقتبس النص من مدونة بسام حرفيا ترجمة الكلمة الحقيقية ليست الكون الاجتماعي ولكن في بسام قررنا ان التسمية افضل من التسمية الحقيقية وهي الكون الفيدرالي المعنى من التسمية الاصلية هو ان مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل وتتكامل فيما بينها لتشكل ما يسمى بالفيدرالية ولكن لو تتعمق في موضوع الكون الاجتماعي سوف ترى ان الموضوع اقرب للكون فيدرالية حيث ان المنصات والشبكات غير ملزمة بالتواصل فيما بينها وليس هناك قانون موحد يحكمها ولان السياسة امر بشع ابتعدنا عن التسمية الاصلية وقلنا انه الاتحاد الاجتماعي وفيه من يريد الاتحاد ومن يرغب بان يكون منفصل او مستقل الشيء الثاني اللي بيجعل من شبكة بسام مميزة ومختلفة تماما عن بقية شبكات التواصل الاجتماعي اللامركزية هو انه بسام ما بتستخدم منصة ماستدون اللي ارتبط اسمها بالاتحاد الكوني وانما بتستخدم منصة مختلفة اسمها سوب باكس بدون ما ادخل بالتفاصيل التقنية عن كيفية عمل المنصتين والاختلافات بينهم بس مرة تانية على مدونة بسام في مقال كامل بيشرح سبب اختيار سوب باكس بدل ماستدون مع انه الشبكة ببداياتها كانت مبنية على ماستدون وخلال عدة ايام من بدايتها تم التخلي عن منصة ماستدون والاستعادة عنها بمنصة سوب باكس لأسباب تتعرض بفرض الثقافة وبالاخص موضوع المثالية الجنسية والاستعلاء وتجاهر رغبات المستخدمين ونقص الخصائص بس هاد الكلام مو معنى انه نحن كمستخدمين بس ما فينا نتواصل مع مستخدمين تانيين على خوادم تستخدم منصة ماستدون فباعتبار انه المنصتين بالنهاية هن نجزء من الكون الاجتماعي فبإمكانك انك تتابع اي مستخدم على اي من الصوت تتواصل معه وبسان مثل ما حكيت ببداية الفيديو هي شبكة عربية 100% والطاقم الإداري والمشرفين عرب بالكامل من مختلف الدول العربية مؤسس الشبكة هو الأخ الحبيب أحمد دخل الله وأكيد ما بنسى اذكر الأعضاء والمشرفين بالشبكة اللي لو لاهم أكيد ما كنت سمعت فيها وبعد ما بتديت استخدم الشبكة تعرفت على بعضهم وصرنا من شكل عائلة وحدة وكمان تحية كبيرة لأخي صالح اللي هو أحد المشرفين بالشبكة واللي دعاني للاشتراك فيها وعلى بسام فالرقابة على منشوراتك غير موجودة فطالما أنه المنشور ما بيتضمن أي شيء من السب واللعن والطعن والقذف وشرح الحياة العام فالجميع بيملك الحرية المطلقة للتعبير عن أي شيء بيخطر ببالك والحديث عن المواضيع المختلفة سواء السياسة، العلوم، الدين، الفن، التاريخ، الثقافة فمنشورك ما حدا من الطاقم الإداري رح يحسه بهذا المشال بأكد أن شبكة بسام أو ماستدون أو الكون الفيدرالي الفيديفيرس بشكل عام ما لها حصر على الناس النيرتس أو الجيكس بحيث أنه أي واحد ممكن أنه يستخدم الشبكة بسام يعني ما بدي أنه يكون أنه الواحد ياخد فكرة عنها أنه محصورة بالناس التقنيين فالشبكة حالياً بيوضعها الحالي فيها ما يقارب 300 مستخدم ليس الجميع تقنيين وإنما فيها مواضيع مختلفة ومتنوعة بشكل كبير فأنت برجع وبأكد ما لك بحاجة لأنك تكون تقني أو نيرد لحتى يكون في عندك حساب على منصة بسام وكيفية النشر واستخدام شبكة بسام ما بيختلف عن استخدامك لشبكة مثل تويتر على سبيل المثال وبالواجهة الأساسية لبسام راح تشوف أنه لإضافة منشور جديد فبيكفي أنك تضغط على زر الإنشاء الموجود بالقائمة اليسار بالأسفل لحتى تبتدي بكتابة منشور بحجم بيوصل ل5000 حرف مع إمكانية إضافة الروابط الإيموجيز الصور والاستفتاءات وكمان أثناء تصفحك للصفحة الرئيسية على شبكة بسام فبإمكانك التفاعل المباشر مع المحتوى والتعليق وإعادة النشر والتبليغ والحظر وغيرها من الأمور اللي منتوقع أنها تكون موجودة بأي شبكة تواصل اجتماعي عصرية أو معاصرة بأيامنا الحالية وكمان بالإمكان إرسال الرسائل المباشرة والدردشة والتواصل مع المستخدمين المتواجدين سواء على شبكة بسام بحد ذاتها أو على أي إنستانس من منصات الكون الاجتماعي التانية وللبحث عن مستخدم محدد فبيكفي أنك تحط اسم المستخدم بخانة البحث سواء كان بيستخدم بسام أو بيستخدم أي سيرفر أو إنستانس من ماستدن أو سوب باكس فرح تكون قادر أنك تتابعه وتتواصل معه بشكل مباشر وتشوف منشوراته وهو إذا تابعك أكيد رح يكون قادر أنه يشوف منشوراتك أما بالنسبة لتطبيقات الهاتف الزكي اللي صار جزء أساسي من حياتنا اليومية ففي عندي عدد كبير من التطبيقات اللي ممكن أني أستخدمها وحتى تطبيق ماستدن الرسلي بيضعم شبكة بسام وممكن بعد ما أنك تدخل الكريدنشلز الخاصة فيك طبعا بعد ما تكون مأنشئ الحساب بالمقام الأول أنك تستخدم ماستدن أو تسكي اللي يمكن هو التطبيق الأكتر شهرة على أندرويد لمنصات ماستدن أو لشبكات ماستدن كمان هذا التطبيق بيدعم شبكة بسام بس الحل الأبسط والأسهل ولا تحصل على تجربة متكاملة لاستخدام شبكة بسام هو أنك تثبت التطبيق بصيغة PWA أو Progressive Web App عن طريق المتصفح مباشرة فأنت مجرد ما أنك تفتح شبكة بسام بالمتصفح اللي بتستخدمه على جوالك سواء كان Brave, Chromium, Firefox, Chrome أي واحد من التطبيقات الموجودة المتصفحات الموجودة فتفتح التطبيق بتسجل الدخول وبعدها بتضغط على النقاط الثلاثة اللي عادة بتكون موجودة ضرب جمد شريط العنوان ومنها رح تختار Install App ورح يتم إضافة الصفحة عندك تطبيق ويب على الصفحة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية لجوالك ووقت اللي بتدخل رح تشوف أنه في عندك واجه متكاملة ومن خلالها ممكن أنك تروح للصفحة الرئيسية ممكن أنك تروح للتشات ممكن أنك تروح لحسابك ممكن أنك تعدل الإعدادات وتتعامل مع بسام بدون تكون بحاجة لأنك تسبت أي تطبيق طرف الثالث فشبكة بسام هي شبكة عربية ناشئة وجديدة بعدها ما وصلت للسنة وأكيد لسه عدد المستخدمين عليها أليل بتاريخ تسجيل هذا الفيديو بتوقع أنه لسه ما وصلت للـ 300 مستخدم بس أنا شفت منواجبي باعتباري مستخدم لشبكة بسام ومستخدم للبرمجيات الحرة أني صلت الضوء عليها لحتى نكون قادرين أنه ننمو فيها مع بعض وأنه نخليها واحدة من أكبر الشبكات شبكات التواصل الاجتماعي اللي ممكن أنه المستخدم العربي أنه يستخدمها وأنا كلي أمل أنه قنوات اليوتيوب العربية الكبيرة اللي في عندها ملايين المشتركين أنها تصلت الضوء على بسام أو يقوموا بإنشاء حسابات حتى لو كانت حسابات سانوية لهم على شبكة بسام لأنه هذا الشيء أكيد رح يكون دافع لكتير من المستخدمين العرب أنهم يستخدموها هلأ مو بالضرورة أنك تستعيد عن الشبكات التانية اللي بتستخدمها بس عطي أو ورجي دعمك للمنصة العربية وأنا ما حكيت أنه على شبكة بسام أنت مالك مضطر تدفع أي مبلغ مالي لتحصل على توسيق حسابك عملية توسيق الحسابات على بسام بغاية البساطة أكيد رح أترك يعني بالصفحة وقت اللي بتدخل رح تشوف كيف ممكن أنك توسيق حسابك فأنا بتمنى أنه شبكة بسام بيوم من الأيام تصير وحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعية المستخدمة بالوطن العربي وبأمان الله